أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل والتي نخصصها للحديث عن دور الإعلام في هذه الحرب التي واصلها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ومن بين أهدافها تقتيل ما أمكن من الشباب والأطفال بهدف ترحيل جماعي على غرار ما حدث لأبناء شعبنا في عام 48 الشباب هم الهدف الأكثر أهمية على مائدة هذه الحرب ضيفي للحديث في هذا الموضوع دكتور محمد أبو الرب أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزيت أهلا بك دكتور أهلا بك بحياتي هناك معركة ضروس تجري على الأرض بموازاتها حرب مجرمة ظالمة طاحنة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي سائر أنحاء بلادنا فلسطين لكن هناك أيضا حرب إعلامية أعتقد أنها لا تقل أهمية وخطورة هذه الحرب أنت تعلم أن اليهود في العالم يمتلكوا معظم مسائل الإعلام العالمية المتخصصة وغير المتخصصة فبالتالي هناك حرب إعلامية ضروس لتشويه صورة الفلسطينية لتحوير وتزييف الحقائق أي دور دكتور من واقع خبرتك يمكن أن يلعبوا الإعلام في مثل هذه الحرب يعني صحيح هي مستويا هي مواجهة في الميدان ومواجهة على منصات التواصل الاجتماعي وما يحصل على منصات التواصل الاجتماعي لا يقل أهمية عن الجهد الميداني لأن الاحتلال وإسرائيل حول العالم وحلفاؤها سعوا منذ اللحظة الأولى لصناعة أسطرة العدو الفلسطيني الذي حاول ربطه بجماعات متشددة وحاول ربطه بإنسان قطاع للرؤوس ويحرك البشر وهم أحياء هذه الأسطرة يعني والدعاية بالساعات الأولى انتشرت بشكل كبير المطلوب كان في حينها وهذا ما حصل فيما بعد هو محاولة البحث عن تفنيد لهذا الادعاء الإسرائيلي ولهذا السبب الجدل فيما بعد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ما بعد لحظة الصدمة لحظة الصدمة هو أن الناس بدأت تصدق لأنه في صحفيين قالوا هذا الكلام في بعضهم قال شفت في بعضهم قال اسمعت فالناس أخذت بهذا الكلام وكان الحدث عاجل غير متوقع فطبيعة معالجة البشر لإلو كانت معالجة إنفعالية مش عقلانية لما تم تحكيم العقل وفيما بعد جاءت مشاهد القصف والتدمير في قطع غزة بدأت الناس تسأل عن الحقيقة الآن هذا درس بالنسبة لإلنا كفلسطينيين أنه إحنا ما نترك روايتنا الفلسطينية موسمية على منصات التواصل الاجتماعي ولهذا السبب اليوم في جهد منظم بتلفزيون فلسطين من ثلاث سنين في منصات بسبع لغات فلسطين بالإنجليزي بالإسباني بالروسي بالإيطالي وبالألماني وبالتالي اليوم في خطاب مش موسمي في خطاب ثابت اللي استراتيجي معيني بتوجه للجمهور الأجنبي ولهذا السبب هذا البرنامج اللي بيجمع الكل العربي أنا بناشد كل الشباب في المنطقة العربية اللي عم بيسمعونا الآن إنه يشتركوا بحملات التغريد لفضح جراب الاحتلال باللغات الأجنبية كل شخص بيجيد لغة أجنبية يشترك في التدوين والنشر لهذه الفيديوهات والوسائط ما نظل نخاطب نفسنا باللغة العربية لأنه لما الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال تدعي أن هناك ألف شاب مليون شاب يمثلون وكأنهم سفراء لدولة الاحتلال حول العالم يقصدون طلاب الجامعات والطلاب الثانوية العامة هؤلاء الذين يكتبون ويدونون بلغات بلدانهم الأم التي جاءوا منها وهذا يعني أن أبناء شعبنا الذين يجدون وأبناء الشعوب أصدقائنا وإخواننا في الدول العربية دول شمال أفريكا الذين يجدون الفرنسية مطلوب من كل شاب عربي أن يساهم بنشر الحقيقة الفلسطينية ومتبتح كان الشباب دكتور خطر في بالي الآن أنه كمان الشباب هدف لهذا الإعلام المضلل الإعلام المحترف الذي قبل هذه الحرب كان يدفع الشباب باتجاه الهجرة خاصة من القطاع غزة ومن فلسطين بشكل عام ومدنهم مش حدا أصلا يعني واحد من أهداف هذا الهدف مدنهم يجروا كل الناس اليوم لكن كيف يمكن تحصين الشباب من هذا الخطاب الخطاب السحري بصراحة يعني شوف خلينا نحكي إسرائيل استغلت ما بعد الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي لتسوق نفسها بأنها هي الدولة النموذجية وهي الناجية في الشرق الأوسط من كل هذا بين كوسين الخراب العربي اللي حصل أنه إسرائيل من خلال المنصات هاعت سوشال ميديا إسرائيل تتكلم بالعربية وإسرائيل بالخليج وبكل لغات العالم تقدم نفسها بأنها هي المدل البردايم هذا النموذج المثالي اللي هو النقطة المضيئة في وسط هذا الخراب هذا هو الإدعاء الإسرائيلي للأسف كثير من الشباب العربي اللي ما عايش أوقات سابقة وعم بشوف وضع بلدانه فهو بعض الشباب يعني خلينا نحكي استمالته هذه اللغة وهذه الفيديوهات اللي بتبين التقدم التمدن الحضارة بين كوسين الإدعاء بالديمقراطية لكن عند أول مواجهة مع الفلسطينيين ومع أبناء شعبنا في غزة وحتى في الضف القتل اليوم اللي عم بصير في الضف وعلى الحواجز هذا كمان خلى التعاطف العربي صحة صحة كثير شباب عرب وفلسطينيين كانوا عندهم هذا الستيروطايب استيروطايبينغ هذا الإسرائيل السورة النمطية الغزو اللي تم على السوشال ميديا خلال الفترة الماضية أنا باعتقادي أنه هذا التضليل يأتي أحيانا من نقص المعلومات لأنه اليوم الشباب في مجملهم يعني وأنا ملاحظ على طلبات الجامعات سنة عن سنة عم بكل المستوى الثقافي لأنه الناس مش عم بتطالع الشباب اليوم مش عم بيطالعوا كتب يعني عنده استعداد يقضي ساعات طويلة بمعزل عن أوقت المواجهة اليوم والعدوان بس في الوحلح بالحال الطبيعي الناس عندها يعني استعداد تقضي ساعات على التكتوك وعالفيسبوك بس إذا قلت له طب شوف هذا الكتاب ممكن يثقفك يزيد من لغتك من قاموسك اللغوي بتلاقي إنه الشغف عم بقل وهذا مش بس فلسطينيا وعربيا للأسف هذا كمان كمان هذا موجة عالمية اليوم أنا بشوف مدونين من العراق مثلا على وسائل التواصل بشوف مدونين من الأردن من مصر من باكستان من اليمن من كل أرجاء من معظم أرجاء الوطن العربي يبلوا حسناً يقوموا بدور خلاق لكن هذا العمل كله كيف ممكن إحنا إن نأسسوا في سبيل يعني أن يؤتي أكلوا أن يؤتي ثماروا المرجوة التي نتمنىها أنا وأنت أن يكون منافس للنقيض هذا الذي أحدث كل هذا التأثير على المستوى الكوني شوف أنا بهذا الموضوع أقول إنه المأسسة مستحيلة وخلينا أكون أكثر سواحة يسيدي بلاش المأسسي تنظيم بداية التنظيم تبدأ من هنا من وين من هنا؟ من فلسطين وتبدأ من هنا من تلفزيون فلسطين ما يكون به طواقم الإعلام الدولي الإعلام الرقمي الدولي أنت لما بتنتج مادة متقنية فيها مداخيل إنفعالية وعاطفية وإنسانية تركز على المعاناة والبعد الإنساني وتخيل الناس لعائلاتهم لأقرباءهم في العالم وكأنهم في الحالة الفلسطينية وبتنتج مادة من نوع تاني مليئة بالأرقام والإحصائيات والمعطيات التي يسهل تقريبها لذهن المتلقي وتنتج مواد لها علاقة بالتصريحات المؤسسات الحكوكية والأممية وتربطها بالقانون الدولي إذن أنت غطيت ثلاث أنواع من المضامين المطلوبة لتشكيل أي رأي عام حين المطلوب مننا فلسطينيا في تلفزيون فلسطين وفي الإعلام المحلي وحتى في الإعلام العربي الشريك لهذا البرنامج هو إنتاج مضامين تدعم القضية الفلسطينية ليس تدعمه بالشعارات فقط عفوا على الكلمة لأنه كثير لمحتوى هادر محتوى ذات التأثير المحتوى ذات التأثير القائم على ثلاث عناصر يأما محتوى في قصص إنسانية وقصص معاناة يأما محتوى يعتمد على الأرقام والإحصائيات والأدلة والحقائر يأما محتوى يعتمد على اللغة التي يلاعلى علاقة بمؤسسات حقوق الإنسان واللغة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات التي تهم كثير من أبناء أو مواطني الدول العالم التي تركيزهم يكون بهذا الجانب فأنا أعتقد أنه السنتين الثلاثة الذي مضوا أصبح فيه مضمون فلسطيني نحن زمان لم يكن لدينا مضمون فلسطيني لن نكون صريحين ليس بحكة عن فلسطين حتى في العالم العربي لم يكن لدينا حتى في مواجهة خطاب أفلام هوليوود لشيطانات العربي وتصوير بأن هذا البدو الصحراء الحافي ما كان عنا إعلام ناطق باللغات الأجنبية كان عنا إعلام ناطق باللغات الأجنبية لبعض الدول الخليجية بس هو إعلام سياسي بروتوكولي يعني أخبار سياسية رسمية اليوم إحنا عنا مؤثرين نشطاء عنا دبلوماسية رقمية بفلسطين في السعودية في الإمارات في قطر في البحرين وجزء من هاي مضامين هها موجهة مش بقط لمواطني الدول العربية موجهة لمواطني العالم ليس فقط فيما يخص الفلسطينية وإنما فيما يخص صورة العرب والمسلمين فالدبلوماسية الرقمية بذا أختم فيها هي أهم أداء اليوم لأنه في الإعلام لأنه أنت ما بتخاطب مواطني بلدك أنت بتخاطب مواطني بلدان أخرى بمنطلقات تستجيب ويستجيبون لمضمون هذه الرسائل من خلالها أنا أود أن أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد أبررب الخبير في الإعلام الحديث شكرا جزيلا لك أن كنت ضيفي في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل بيت للكل متواصل بحول الله